بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلي على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ صدق الله العلي العظيم الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان للبقاء في هذه الأرض إنما خلق الإنسان للآخرة وللجنة هذه الدنيا مرحلة من المراحل الكثيرة التي مر بها الإنسان الطفل في بطن أمه لم يخلق لأجل أن يبقى في البطن وإنما خلق لأجل أن يولد هذه مرحلة يمر بها قبل هذه المرحلة في عالم الذر الله سبحانه وتعالى خلق جميع الناس دفعة واحدة وأخرجهم من صلب آدم عليه السلام فرآهم كالذر الذر صغار النمل بعض النمل الصغار التي بالكاد ترى بالعين هذه تسمى الذر في عالم الذر الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا طبعا مراحل أخرى أيضا كانت موجودة وركب في هذا العالم الفطرة عليهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى مرحلة أخرى بعد هذا العالم مرحلة البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون مرحلة أخرى يوم القيامة كل هذه مراحل يمر بها الإنسان بعضها قد مر بها وبعضها سيمر بها لكن المكان الذي خلق له الإنسان هو الجنة الله سبحانه وتعالى خلق جميع الناس للجنة ولكن جعل الجنة التي خلقها له مشروطة بعمله أكو في الحديث الشريف في تفسير هذه الآية أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ليش معبر في هذه الآية أولئك هم الوارثون الإرث شنو معنى أنه واحد عند مال ينتقل هذا المال منه إلى ورثته هذا هو الإرث الجنة الله سبحانه وتعالى ليش معبر عنها بالإرث أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في الحديث الشريف يقول الإمام عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد الله سبحانه وتعالى حسب تعبيري يحجز لمكان في الجنة ويخلق له حورية أي مولود في شرق الأرض وغربها فإن آمن وعمل صالحا ومات على الإيمان مكان محجوز عنده والله سبحانه وتعالى يزيد من فضله لكن إذا مات كافرا عاصيا استحق الخلود في نار جهنم بزيان المكان كان محجوز إلى والحورية كانت مخلوقة إلى بس بعد ما يستحقها بسوء عمله الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك المكان وتلك الحورية إلى سائر أهل الجنة لذا هؤلاء يكونون وارثين يعني ما الواحد آخر ينتقل إليهم وفي الحديث أن هذه الحوريات مخلوقات وتنتظر المؤمنين فإذا صاحبها كان من أهل النار لعنته وذمته أنه آني سنوات طويلة مليارات السنين ما أدريش قد منتظرتك وأنت أخيره كم يوم بالدنيا ما تمكنت من أن تصبر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في خطبة المتقين يقول صبروا أياما قليلة أعقبتهم راحة طويلة كل واحد من عندنا كم سنة عمره الآن أربعين خمسين ستين سبعين أقال أكثر ما مضى من عمره مثل خيال مثل طيف مزيئة وما بقي كذلك يعني اليوم الذي تقوم القيامة الإنسان يقول كأنه في الدنيا فاتساعة وحدة أكثر ما بقيت فإذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان للجنة الآية الشريفة تقول إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني الله خلقنا مو أنه يحتاج إلنا هو الغني الحميد خلقنا ليرحمنا لحاجتنا لا لحاجته وفي الدعاء وفي الدعاء سبقت رحمته رحمته غضبه يعني أي مكان أكو مجال في الحكمة من الرحمة الله سبحانه وتعالى يرحم أكو مجال من الحكمة بالغفران الله يغفر لكن بعض الأحيان الإنسان بسوء عمله ما يخلي مجال فيكون رحمة وغفرانة خلاف الحكمة والله لا يفعل شيء خلاف الحكمة يعني إذا واحد الآن إجاء فقير استعطاك وأنت تدري أنه هذا فقير وأنت ثري الطيتلة ما ينقص من ثروتك شيء بس أنت تدري أنه هذه الفلوس اللي راح تطيل إياها راح يشتري بيها سلاح ويقتل بيها الأبرياء تطيل لا لا ما تقول أنا شنو ما ينقصني أنا كريم وعندي فلوس وهذا محتاج ليش لا أعطي له لأنه أنت تعطي ما يخالف بس لازم ليكون خلاف الحكمة يكون إعطائك ضمن دائرة الحكمة الله كريم لكنه حكيم إذا في مكان الرحمة كانت خلاف الحكمة الله لا يرحم لأنه الرحمة خلاف الحكمة بس إذا بي مجال سبقت رحمته غضبه إذا بي مجال زين شلون يكون بي مجال هذا يرتبط بينا إحنا إذا أحسن العمل يكون أكو مجال بس إذا أسأنا العمل ولم يبقى مجال فالله سبحانه وتعالى بحكمته يتصرف إذا أذنبت التوبة بابها مفتوح غافر الذنب وقابل التوب باب التوبة مفتوح هس التوبة شنو هي إذا في حقوق الناس لازم ترجع حقه إذا واحد ما كلي فلوس الناس يجي بالمسجد يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه هذا ما يفيد لازم ترجع حقه إذا في حقوق الله اللي فيها قضاء ما مصلي ما صايم يقضي وأكو ذنوب هي في حقوق الله ما فيها قضاء استغفر الله سبحانه وتعالى ويعزم على أن لا يعود ويتندم على ما فعله ما فرط فيه مزيلا هاي باب التوبة وباب التوبة مفتوحة إلى اللحظة ما قبل الأخيرة إذا الإنسان في اللحظة الأخيرة انرفع الغطاء من عينه وشاف ملك الموت وشاف الرسول وشاف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وآله في تلك اللحظة بعد ما يكن مجال للتوبة خلص وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحده أحدهم الموت قال إني تبت الآن ما يفيد فرعون في لحظة الاحتضار عند الغرق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين شنو الجواب؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ما يفيد أما قبل لحظة الاحتضار قبل لحظة المعاينة إذا تاب الله يغفر له باب التوبة مفتوح زين باب العمل الصالح أحياناً الإنسان مذنب ذنب ناسي أصلاً مو في باله حتى يستغفر الله سبحانه وتعالى طبعاً الإنسان لازم يستغفر استغفار عام دائماً استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته لكن أحياناً ينسى يأتي بعمل صالح هذا العمل الصالح يجبر الذنب الآية الشريفة تقول إن الحسنات يذهبنا السيئات هذا هم باب ثاني الله فاتحة الباب الثالث اللي الله فاتحة باب الشفاعة إذا أنت مؤمن تعمل الصالحات عسى شوية في قضية الإنسان على كل حال أساء ما تاب ما عمل صالح حتى يجبر ذلك النقص تجي الشفاعة طبعاً الشفاعة أقسام قسم من الشفاعة لغفران الذنوب وقسم من الشفاعة لرفع الدرجات حسب الأحاديث ماكوا واحد يدخل الجنة إلا بشفاعة محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله حتى لو ما عنده ذنوب أنت بعملك ما تستاهل الجنة لازم تصير إلك قابلية للجنة حتى لو صليت صميت كذا بشلون يصير لك قابلية للجنة إذا أجتك الشفاعة هاي لرفع الدرجات ولغفران الذنوب بس الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بالشفاعة قل لله الشفاعة جميعاً وأهل البيت والرسول عليه وعليهم الصلاة والسلام عباد لله مربوبون يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل شيء الآية الشريفة تقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى حتى الملائكة هم يشفعون هاي الآية حول الملائكة زيان الآية أعلى من الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى فإن واحد مات على الكفر الله لا يرتضيه فلا يشفعون له زيان حسا واحد يقول آن أحب الرسول وأحب الآية عليهم الصلاة والسلام لكن ما يصلي ما يصوم لا يكذب في حبه لا صدق يحب لكن أحيانا على كل حال الشيطان يغره ما يصلي ما يصوم أحيانا عنده تصرفات سيئة في أكل أموال الناس وما إلى ذلك هذا إذا مات مؤمن إذا مات مؤمن هاي كلمة مهمة راح يشفعو له بس اش وقت راح يشفعو له هذا المهم اش وقت راح يشفعو له أكو بالحديث أنه البرزخ انتوا لازم تقذوب أعمالكم الشفاعة بيوم القيامة إذا واحد ماكلي فلوس الناس وناهم في القبر هذا ليتوقع الشفاعة يوم القيامة لمن يصير من الآن إلى يوم القيامة كم سنة كم مليون من السنة كم مليار سنة ما ندري العلم عند الله هذا البرزخ لازم يقذيب أعماله وبعديا في القيامة لعله الشفاعة تشمله أكو في الحديث الشريف إن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا إلا بعد أن يمضي في جهنم أحقاب والعاية الشريفة تقول لابثين فيها أحقاب الحقبة 80 سنة كل حقبة 80 سنة أحقاب جمع حقبة يعني أقل تقدير 240 سنة هذا أقل تقدير زيانة 240 سنة من سنية الدنيا أو من سنية الآخرة ما ندري بس أفرض من سنية الدنيا أقل تقدير 240 سنة يعذب في جهنم يسوى لو ما يسوى ما يسوى إذا واحد في حقوق الله متجاوز على حقوق الله زيان الله يمكن يغفر له بس إذا متجاوز على حقوق الناس فالحديث أنه لا يغفر الله له إلا أن يغفر له صاحبه يوم القيامة صاحب المظلوم يقول أنت ظلمتني في أموالي في عرضي في سمعتي في كذا في كذا في كذا زيان الله سبحانه وتعالى يقول زيان الصافوية وشنون الصافوية ما عندش يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه زيان صافوية ما عنده شي صافة ما يخالف من حسنات هذا الظالم يشيلون يخلون ليه المظلوم الآن شايفين بعض الأحيان واحد يصير يقتل مثلاً قتل خطأ أو عامد يجي الفصل الدية الشرعية هسه هذا يمكن عشرين سنة مشتغل جامع لتنفلس لازم هاي الفلوس كلها يشيلها بالفصل يدفعها زيان أن يخلص الظالم حسناته ما عنده بعد شي وجريمته أكبر يشيلون من سيئات المظلوم يخلوها في حساب سيئات الظالم على كل حال إذا مات بإيمان بعقيدة صحيحة حتى لو يكون أكبر المجرمين بس مات بعقيدة صحيحة الله يصفي في البرزخ يصفي في القيامة يصفي يمكن آلاف السنين في جهنم يصفي فلما يصفى الشفاعة تشمل يطلعوا من جهنم إلى الجنة زيان بس شنو الضمان أنه يموت مؤمن حسنا الآن خوش إنسان يصلي يصوم كذا كذا بس يرتكب للموبقات شنو الضمان عنده أنه يموت مؤمن ماكو ضمان الآية الشريفة تقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون زيان هذا الإنسان اللي يرتكب الموبقات ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وآله وأحب أمير المؤمنين وأحب الإمام الحسن وأحب الإمام الحسين وصادق في كلامه صدق يحبهم هل هو ضامن أن هذه السيئات ما تسبب أنه قبل موت الشيطان يخدعه ويكفر ويموت وإذا ما تكافرا بعد خلص ما يستاهل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عندنا بالحديث الشريف إذا واحد كان مستطيع للذهاب إلى الحج يقدر يروح عنده فلوس وإسمه طلعت بالقرعة مثلا وماكو أي محذور في جسده مثلا كذا مشكلة سياسية ماكو ويقدر يروح للحج وكان مستطيعا ولم يذهب ما رح للحج الحديث الشريف يقول فليمت إنشاء يهوديا وإنشاء نصرانيا يعني في لحظة احتضار الملائكة يجو يقول أنت ما حجيت تموت لا يهودي لا نصراني فهو يختار لا يموت يهودي لا يموت نصراني زينا هذا الإنسان اللي مات يهودي أو مات نصراني يستحق الشفاعة لا الشفاعة خاصة بمن صحت عقيدته فإذن إحنا ضامنين أنه نموت على الإيمان ما عدنا ضمانة إحنا أكبر من الزبير الزبير من أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله من جهتين زبير ابن العوام ابن خويلد خويلد والد خديجة سلام الله عليها خديجة بنت خويلد الزبير ابن عوام ابن خويلد يعني ابن عم فاطمة الزهراء يعني ابن خال فاطمة الزهراء يصير سلام الله عليها وأيضا هو العوام زوج صفية عمة الرسول صلى الله عليه وآله يعني قرابته من الرسول من جهتين وبعديا دافع عن الإسلام في الحروب المختلفة اللي انهزم فيه أكثر المسلمون مثلا في غزوة أحد بس بقوا عشرة زياد عشرة أشخاص بقوا مع الرسول صلى الله عليه وآله واحد من ذول العشرة الزبير يوم حنين الكل انهزموا الآية الشريفة تقول ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الكل انهزموا إلا جماعة قليلة واحد منهم الزبير ما انهزم في يوم السقيفة الوحيد اللي جرت سلاحة للدفاع عن أمير المؤمنين هو الزبير كان اللي أمير المؤمنين قال له قال له لا بعد هنا مو مكان سيف أغمد سيفك فأغمد سيفه هذا الإنسان بهذه السابقة لكن يقول به الأمر إلى أن يجيش جيشا لمحاربة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في معركة الجمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذلك رحمة للعالمين قبل بدء المعركة إجى في الصفوف الأمامية نادا يا زبير تعال الزبير إجى بالحديث حتى اعتنق فرسيهما يعني عنق فرس الزبير وعنق فرس أمير المؤمنين تداخل أمير المؤمن قال لا تذكر يوم كنا في المكان الفلاني في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنا وأنت والرسول وقال لك رسول وقال لك رسول الله أتحبه يا زبير تحب علي ابن أبي طالب فقلت أحبه إي أحبه فقال لك رسول الله أما وإنك ستقاتله وأنت ظالم ملح تغير وجه الزبير زين إي قال شنت نعسيه بس شنت نعسيه زين هس أذكرك تبقي لالله هذا الجيش اللي جايب أنت هالناس اللي أغويتهم أدخلتهم في نار جهنم بإغوائك زين ذول الناس تعال بين لهم إذا واحد ارتكب جريمة وخلاص بعدين يريد يسحب نفسه وذب الناس في جهنم الله لا يغفر له إذا واحد خدع الناس توبته هاي من أمور اللي يذكرها في التوبة إذا أظل الناس توبته أن يرجعهم أنت ذول أخدعتهم يدخلون في نار جهنم وأنت الآن تقول أستغفر الله وتدخل في الجنة ما يصير واحد واحد من ذول اللي أخدعتهم لازم ترجعهم زين تريد التوب مو مشكلة بين للناس أنه أنا ظالم والرسول قال كذا وذول اللي الآن يريدون يقاتلون أمير المؤمن رجعهم لا يدخلون بسببك في نار جهنم على كل حال العية الشريفة تقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا بعض الأحيان البيان لازم فالزبير اعتزل وراح يمكان يصلي واحد قتله غيلة وغدرا ابن الجرموز واحد من الخوارج كان يعني بعدين صار من الخوارج شاف الزبير يصلي في السجود ضرب رأسه وأخذ سيفه وجاء إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام جاء بالراس والسيف فالأمير المؤمنين أخذ يقلب سيف الزبير وقال سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله زين هاي السابقة السابقة اللي كان يستمر عليها منزلة عظيمة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان زين لو كان يستمر عليها هسأاني وانت عندنا ضمان اذا ذاك ما كان عندنا ضمان او ذاك بلعم ابن باعورة هذا كان من زهاد وعباد بني إسرائيل او من قوم آخر هذا الشخص من عبادته الله سبحانه وتعالى أعطاه الاسم الأعظم الاسم الأعظم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت زين هذا كان في مدينة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام جاء لفتح هذه المدينة كانوا كفار بس هو كان عابد بهذه الدرجة فأهل المدينة يجوا يا بتعال نجينا نجينا من منه من موسى من نبي الله اللي جاي لهداية هؤلاء بأمر من الله يعني تعال حارب الله لأنه إذا واحد يحارب الرسول يعني حارب الله إذا واحد حارب أمير المؤمنين يعني حارب الله حرب كحربي وحربي حرب الله زين فالعصبية اتحركت فيه وركب على حماره وذهب إلى الجبل ليدعوه بالاسم الأعظم حتى شنوه حتى الله سبحانه وتعالى يبعد رسوله فأنساه الله الاسم الأعظم خلص والآية الشريفة في القرآن تقول حول هذا كالذي آتيناه آياتنا آياتنا طنا آياتنا يعني الاسم الأعظم فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض هو بسوء عمله أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فإذن الإنسان لازم يكون دائما في يقضه يطيع الله سبحانه وتعالى لأنه ما عنده ضمان إذا عصى الله ذيك المعصية تكون سبب لكفرة هذا أولا الشيء الثاني الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان مؤمن هذا الإنسان المؤمن زلت قدمه إذا الله يحبه بالدنيا يصفيه لأن الله يحبه يصفيه بالدنيا إشلون يصفيه بالدنيا بالبلاء هناك أحيانا واحد يذنب ذنبا يرتكب معصية فالله بالدنيا حسب تعبيرنا يطيح حظ حتى يكون ذلك تصفية له من ذنوبه هناك بالحديث الشريف إذا مؤمن عنده ذنب الله يحبه ما يريد أنه هذا الذنب يقلل من درجاته في الآخرة ما يريد بسبب هذا الذنب يعذب في الآخرة بالدنيا يسبب له مشاكل وهي يدعو الله سبحانه وتعالى يشوف ماكو أثر للدعاء لأنه هذا الشيء عقوبة من الله سبحانه وتعالى فإذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى الله بالدعاء ما يرفع هذه العقوبة لأنه منزل هذه العقوبة حتى يصفي يقول يوم هجموا مجموعة من الأزبك على مدينة مشهد قضية قديمة فذولاك الأزبك كانوا من السنة ذول أهل مشهد من الشيعة حصروا المدينة وقتلوا مقتلة عظيمة وبعض المؤمنين تضرع إلى الله سبحانه وتعالى في حرم الإمام الرضا بسبب الرؤية شاف هاتف خاطبه هذا كان قال الإمام الرضا هل قد ناس ده يدعون ليش ما يصير استجابة الدعاء الهاتف بسبب الرؤية أو في اليقظة قال له هذا واحد من الصالحين كان سبقتهم دعوة مستجابة يعني ذول بعض منهم كان ظالمين فالمظلومين دعوا عليهم الله سبحانه وتعالى صلت ذول الظلم على هؤلاء وما ظالم إلا سيبلأ بأظلمي في الحديث الظالم سيفي أن تقم به وأن تقم منهم زيان فالله يريد يصفيه يبليه بالبلاء وهي يدعو الله سبحانه وتعالى الله ما يستجيب له وفي الحديث نفس الحديث يقول إذا بلاء الدنيا ما كفه يعني عاد ذنوبه شوية زايدة بالدنيا الله ابتلا ببلاء في ماله في أهله في نفسه في كذا كذا بس ما كفت ما صفته في لحظة الموت الله يضيق عليه وهي لحظة جدا صعبة وإذا ما صفه هو مؤمن الله يحبه يريد يصفيه في البرزخ يعذب حتى يتصفه من ذنوبه زيان عد يجي يوم القيامة مصفه بعد درجاتها ما تنزل ما تنزل لأن الله يحبه يريد درجاتها تكون موجودة هسه يسوأ هسه حتى لو الشفاعة تشملنا وحتى لو ندخل للجنة زيان يسوأ أصلا حتى الله سبحانه وتعالى إذا بالدنيا ما عقبنا لا بالدنيا عقبنا لا بالقبور لا بالبرزخ لا يوم القيامة درجاتنا في الآخرة هم ما نزل يسوأ يعني واحد أنه يعص الله سبحانه وتعالى زيان لازم شوي يستحم النفس الله اللي أنعم علينا بكل النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها زيان حل قد نعم حسة كم شي مختصرها مو واي هذا شي حرام لا تسوي هذا شي واجب الله على محمد وعالي محمد آه مصلى على محمد وعالي محمد زيان يعني فهد شي ما يسوي أكو بالحديث الشريف الإمام الرضا عليه السلام يقول إحنا راح نشفعلكم ما معناه بس لا تخجلونه لأنه يوم القيامة يوم تبل السرائر الشاشة منصوبة كل جريمة الإنسان مرتكبها وكل ذنب زيان يفضح أمام الأشهاد ولا تفضحني عند الأشهاد كل الناس من خلقه الله من اليوم الأول الآن زيان هل فضيحة تصير بعدين يستشفعوا لك قل أتخجلنا أنت الآن أو أنا إذا واحد قللنا يا بأنت فلان جريمة إذا ترتكبها أكو كاميرا خفية ده تسجل بعدين يجيبوك بالمحكمة ولحظة الارتكاب الفيلم يعرضوه بالفضائيات ويجيبوك بالمحكمة وفد وجيه فد كبير يجي يشفعلك زيان المحكمة تقول ما يخالف هذه أول مرة وكذا وهذا همش فعلك فإحنا نعفو عنك إذا تدري هشكل تسوي لو ما تسوي ما تسوي فإذن علينا أن نكون مطمئنين بالشفاعة مطمئنين برحمة الله مطمئنين بغفران الله ولكن كما قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد هذه أيام مناسبة استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأنتم من بلد الإمام الكاظم والإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في مزاري فاطمة المعصومة عليه السلام نسأل الله وتسألون الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ببركة محمد وآله الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة